يقول في قيام الليل أنا أصلي ركعتين ما عليه شاء وكل يوم أقول أنني سوف أصلي ثانيا قبل الفجر وأصلي الشفعة والوتر ولا يحدث ذلك إلا قليلا هل يجوز أن أصلي الشفعة والوتر مع ركعتين اللتين ما عليه شاء وإذا صليت وإذا استيقظت أن أصلي ركعتين حاصل السؤال شخص يريد أن يصلي من الليل ولكن كثيرا ما ينام ولا يصلي هل له أن يوتر قبل النوم وإذا استيقظ قبل الفجر صلى نعم يجوز له ذلك نعم إذا كان موقنا فالأفضل تأخر ركعة الوتر إلى آخر الصلاة لحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا لكن ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر وصلى ركعتين بعد أن أوتر والله أعلم